في هذه الحلقة سنجمع بين أقوى ثلاث دول عربية تمثل قوة اقتصادية في أفريقيا هي مصر والجزائر والمغرب اعتمادا على معطيات البنك الدولي سنحاول المقارنة بين هذه الدول الثلاث من الناحية الاقتصادية لكن قبل مشاهدة هذا الفيديو أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديد الفيديوهات الاقتصاد المغربي حسب آخر إصدار لبيانات صندوق النقد الدولي يبلغ الناتج المحلي الإجمال في المغرب إلى حوالي 133 مليار دولار ومن خلال هذا الرقم احتل الاقتصاد المغربي المرتبة الثامنة عربيا وراء الكويت والمرتبة الخامسة أفريقيا وراء جاراته الجزائر والمرتبة الستين عالميا ويقوم الاقتصاد المغربي على ثلاث قطاعات أساسية وهي قطاع الخدمات مثل السياحة والأبناك والمطارات والمستشفيات والمواصلات والاتسالات والتعليم والتأمين أما القطاع الثاني فهو القطاع الفلاحي بحيث يعتبر المغرب من أكبر مصدر القدر والحوامض والزيوت إلى أوروبا ويعتبر المغرب أيضا أكبر مصدر لسمك السردين في العالم أما القطاع الثالث فهو القطاع الصناعي مثل صناعة السيارات والطائرات والناسيج والصناعات التقليدية والطاقة المتجددة والصناعات المعدنية والكهربائية والإلكترونية كما يعتبر المغرب ثالث أكبر مصدر للفسفات في العالم ويمتلك أكبر احتياطيا منه على مستوى العالم الذي يمثل أكثر من 75% من الاحتياطي العالم من الفوسفات ومن خلال هذه المعطيات يتضح لنا أن المغرب له أرضية اقتصادية متنوعة ولا يعتمد على قطاع واحد وهذا يبرهن على أن الاقتصاد المغربي هو اقتصاد مستدم الاقتصاد الجزائري حسب آخر الإحصائيات التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر إلى حوالي 193 مليار دولار ولقد احتل الاقتصاد الجزائري المرتبة السادسة عربيا وراء قطر والمرتبة الرابعة أفريقي وراء مصر والمرتبة 56 عالميا ويعتبر الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد محدود بحيث يعتمد على قطاع واحد وهو قطاع المحروقات مثل النفط والغاز بنسبة تفوق 96% ولقد أعلنت شركة الطاقة في الجزائر عن اكتشافات نفطية جديدة يبلغ عددها 11 اكتشافا نفطيا وهو الرقم الأكبر في العالم بعد النرويج ويقوم الاقتصاد الجزائري أيضا على تصدير الأسمد المعدنية والكيميائية والأزوتية إلى جانب الحديد والصلب لكن هذه المواد تمثل نسبة ضعيفة بحيث تمثل أقل من 7% من حجم الاقتصاد الجزائري ولهذا السبب يسعى الرئيس الجزائري إلى تنويع الاقتصاد الجزائري وإخراجه من دائرات المحروقات من خلال تشجيع الاستثمارات الدولية في الجزائر الاقتصاد المصري من خلال آخر معطيات صندوق النقد الدولي لقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى حوالي 435 مليار دولار مما جعل الاقتصاد المصري يتقدم في الترتيب ليحل في المرتبة الثالثة عربيا وراء الإمارات العربية المتحدة والمرتبة الثالثة أفريقي وراء جنوب أفريقيا والمرتبة الخمسة والثلاثين عالميا ويعتبر الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع حيث يقوم على مجالات مختلفة مثل الزراعة والسياحة والتحويلات المصريين العاملين بالخارج الذين يفوق عددهم خمسة ملايين نسمة ويقوم على صناعة السيارات والإلكترونيات والزجاج والمنسوجات كما يعتمد أيضا على عائدات قناة السويس التي تمر عبرها المئات من السفون التجارية من أسيا نحو أوروبا لكن رغم كون الاقتصاد المصري الثالث أقوى اقتصاد عربي فإنه يعاني من أزامات كبرى خلال هذه السنة حيث زادت قيمة التدخم وتراجع قيمة الجنيه المصري بشكل كبير وارتفاع في مؤشر الفقر حيث يعيش في مصر أكثر من ثلاثين مليون شخص تحت خط الفقر وتراجع السياحة في البلاد وكذلك تراجع احتياط مصر من النقد الأجنبي وارتفاع الديون الخارجية لمصر إلى 158 مليار دولار لتصبح الأول عربيا ويرجع ذلك إلى عاملين أساسيين هما أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية شكرا لكم على المشاهدة نقترح عليكم مشاهدة هذا الفيديو شكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم على المشاهدة